وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى القاهرة لإجراء محادثات حول تطورات التصايد الإسرائيلي على قطاع غزة وعدد من الملفات الأخرى المرتبطة وأوضحت حركة حماس أن المباحثات تهدفوا الوقف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وإمكانية إجراء صفقة شاملة لتبادل مع إسرائيل وكانت مصر وقطر قد تمكنت من التوصل لهدنة أواخر نوفمبر الماضي استمرت ثمانية أيام أطلق خلالها سراحة ثمانين محتجزا إسرائيليا مقابل مائتين وأربعين أسيرا فلسطينيا في إسرائيل